الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطراف المجتمع نتكلم على كيفية معاملته صلى الله عليه وسلم للأغنية تحت عنوان هديه صلى الله عليه وسلم لمن صنع معروفا له أن يكافئه أو يدعو له هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صنع لنا معروفا لا بد أن نحسن الشكر له على الأقل أن ندعو له وأن نذكره بجميل فعله وجميل قوله هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله أنا كنت نفسي أشوفك يا رسول الله خرجت ألقى رسول الله صلى الله وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه هذا الذي أخرجني لم يلبث أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال رسول الله صلى الله وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك الشيء انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا نخل والشاء عنده أغنام كثيرة ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقال لامرأته أين صاحبك أين زوجك الزوج أو الصاحب يعني والصاحب ده أعلى درجة من الزوج يعني علاقة حميمية فيما بينهم علاقة طيبة فقالت انطلق فقالت انطلق يستعذب لنا الماء يعني يجب لنا ماء عذب فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعابها يحملها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه في ذاك أبي وأمه يا رسول الله ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطة فرش لهم فرشة ثم انطلق إلى نخله فجاء بقنو عذق مملوء بالتمر فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه يعني كنت اختر لنا بس الرطب قال رسول الله قال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبصره يعني كما شئتم فأكلوا وشاربوا من ذلك الماء قال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در يعني الحلوب لا تذبح فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتىه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما من اثنين اختر منهما قال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفة أي عامله كما تعامل أهلك فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه عشان تعمل تستوص به معروف إذن لابد أن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا وهذا الرجل قد وقيا بطانة السوء إذ أن زوجته تحب له الخير وقالت له ذلك النصح إذا أردت أن تبلغ وصاة نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل فأعتقه فأعتقه وانظروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأه على ذلك بأن أهداه خادما عنده كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالبركة دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة في ماله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة من أثار المسك فقال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال بارك الله لك أو لم اعمل وليمة ولو بشاه قال بارك الله لك أو لم قال بارك الله لك أو لم ولو بشاه هنا يدعو له صلى الله عليه وسلم ثم ينصحه وده دليل على أن يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاه كذا قال النووي في شرحه لفقه الشافعي والقاضي قال الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شيء أو لم أولم من الطعام يعني أي شيء يسمى وليمة يسمى وليمة ويستحب طبعا أن يكون فيه اللحم والخبز كما قالوا عروى البارقي قال وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال أأتي الجلب فاشتري لنا شاتا فأتيت الجلب فساومت صاحبة فاشتريت منه شاتيني بدينار فجئت أسوقهما فلقياني رجل فساومني فبعته شاتا تم بدينار فجئت بالدينار وبالشات فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم بارك له في صفقة يمينه يقول فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمتسامحين في البيع والشراء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا أي سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى حتى لو لي دين حتى ولو له دين فوائد هذا الحديث الحض على السماحة في المعاملة استعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم هذا كله دلائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة مجتمع فاضل يقوم على السماحة وعلى المعاونة وعلى السهولة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إنهم تعاملوا بهذا أن الله يحبهم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سهل سمح الشراء سهل سمح القضاء وأخبر إن هذا التسامع سبب في دخول الجنة في رواية لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا ومقتضيا يعني له دينة عند أحد الناس لكنه كان سهلا ويدعو دائما صلى الله عليه وسلم للمتصدقين والمزكين منهم عبد الله بن أبي أوفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته كان النبي إذا أتى قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفة هذا الدعاء والصلاة امتثال لقول الله في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم استدل بها على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء لبعضكم البعض لمن صنع لكم معروفا تحببوا إلى الناس بالمعاملة السهلة فإن السهل في المعاملة قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس جعلنا الله وإياكم منهم اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا